أفضل قرار لمرسيل كورر من وجهة نظري عدم المشاركة في كاسر ربطة والبطولة العربية وجهة نظري لأن النتيجة كانت زي ما حضراتكم شايفين انتصارات ونجاحات وبطولات خدها النادي الأهلي فمن فضلك خليك في نفسك ومرة تانية أرجع وأتكلم على بعض الإعلاميين اللي كانوا أو كثير من الإعلاميين اللي كانوا خلال الفترة اللي فاتت بيتكلموا على موضوع حسين الشحات والله ما سمعت حد لغاية دلوقتي بيتكلم عن ما حدث أمس والله ما سمعت حد بيتكلم لغاية دلوقتي عن هذا الكلام الهجس اللي بيتقال الناس سكتة وبتعدي الأمور لكن عندما يخطئ لعب في النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي واللاعب نفسهم يطلعوا إدارة النادي الأهلي تعاقب اللاعب واللاعب يعتذر تلاقي الدنيا قامت وما عادتش ومش هتقعد فعام خليك في نفسك كل واحد يعني مش عام أنا آسف لكن كل واحد يخليه في نفسه وقالت الكل يطلع يتكلم بهذا الشكل أو أتمنى طبعا أن الكل زي ما بيتكلم عن النادي الأهلي وإحسين الشحات واللي بيحصلت مع النادي الأهلي ومش عارف إيه والكلام ده كله يتكلم على بقية الأمور ويروج لهذا الكلام ويترد على مثل هذه الأمور لأنه لو هنتكلم عن المجاملات ياريت اتحاد كرة القدم يطلع يقول لنا أخبار المديونيات إيه؟ وأخبار ملف الترخيص والقيد إيه؟ والله أنا لو فتحت هذا الملف حيبقى عندي النادي الأهلي ما عندوش أي مشاكل تخص قيد أو ترخيص أو مديونيات النادي الأهلي بيتفق أنه يدفع مبالغ معينة على أقصات معينة؟ بيدفعها ما عندوش شيك بيرتد ما عندوش شيكات بيترتد بيروح يدفع فلو فتحنا هذا الأمر حيبقى الموضوع الكبير جدا هلو عمروكم شفتوا النادي الأهلي بيتفق يقول لكم إيه مثلا يقول اتحاد الكرة يروح يقعد مع اتحاد الكرة يقولوا أنا جايلي فلوس بالشركة الرعية ابقى أخد منها وبعدين لما الفلوس تيجي يقولوا لا مش حديك حاجة اده لي كلها وبعدين أنا أتصرف بعضين مع بعض عمروكم سمعتوا النادي الأهلي عمل كده؟ أنا مش عايز أفتح الملفات دي لأن الملف ده في تفاصيل كثيرة جدا نقدر نتكلم فيها وخلي بقى لحضراتكم النهاردة الأهلي لغاية يوم الخميس أنا ممكن بقى من بعد يوم الخميس أفضل أفتح في هذه الملفات ملف ملف ممكن أرجع أكلم حضرتك تاني في اللعب المالي النظيف ومين اللي بيدي مين اللي عليه مديونيات ومين اللي معلهوش مديونيات لو النادي الأهلي عليه مديونيات حاطلعه النادي الأهلي عليه مديونيات إيه رأي حضراتكم نتكلم في هذا الأمر فلو سمحته كل واحد يخليه فينا ما حدش له علاقة نادي الأهلي يعتذر عند البطولة العربية الاعتذار عند البطولة العربية هو لمصلحة هؤلاء اللعابين إحنا لما بنيجي نقول محمد الشناوي أو اسم محمد الشناوي بنقول كابتن محمد الشناوي ما بنقولش الآلة محمد الشناوي الماشين الروبوت ما بنقولش الروبوت حسين الشحات لا الناس دي كل يا جماعة ده بالمناسبة عايز أقول له حضراتكم حاجة العالم كله أو كل المدربين اللي في العالم بيتكلموا دايما عن إيه أهم حاجة تتعمل لللاعبين يعمل فيهم اللي انت عايزوا في الخمس ست الشهور ولا السبع شهور اللي بيلعبوا فيهم ولكن شهر الأجازة ده يجب أن يكون شهر مقدس والكل إن هم ياخدوا أجازة يعني على الأقل من وجهة نظرهم شهر إحنا ممكن عشرين يوم خمسة عشرين يوم تبقوا من خمسة عشرين يوم حلو جدا لكن الشهر ده مقدس بالنسبة لللاعبين الأجانب وللمدربين الأجانب ده الناس دلوقتي بتطالب اتحاد الدولي إن هو لازم يكبر يكبر اللاعبين على إن هم ياخدوا أجازة لأنه خلي بالحضراتكم الاتحاد الأوروبي حاول إن هو يزود البطولات خلال الفترات اللي فاتت ويزود عدد المباريات في البطولات القائمة حاليا ولكن حصل اعتراض كبير جدا جدا من اللاعبين نفسهم يا جماعة إحنا مش آلات إحنا مش روبوت هو أنا مش محتاج زيت وشوية تاع لا محتاج إن أنا ريح محتاج إن أنا شوف ولادي أععد مع ولادي اللي أنا ما بشوفهمش كلام أنا بقوله وأنا عددت بيه وشفته فلما بقوله بتكلم فيه بجد مش مجرد كلام ممكن ولادي أنا ممكن ما كنتش شفتهم في أول سنين عمرهم فعلا من كتر ما تمرين وتركيز تمرين وتركيز مباراة تمرين تنام تسحى تمرين وصفر وطولة وطولة تطلع هذه هي حياة لعبة كرة القدم أنا كنت مستمتع ولازم لعبة كرة تستمتع لأنه الجمهور هو الأساس في كل شيء هو اللي بيديك اللي بيديك الشهرة اللي أنت بتاخد عليها الفلوس اللي بتاخد عليها كل حاجة فمن حق الجمهور إنه هو دايما يقف مع لعبته فأنا لا بقول لجمهور الأهلي كلنا لازم نقف مع اللعبين إنهم ياخدوا أجهزة وأجهزة كويسة كمان عشان نقدر نحاسبهم السنة الجاي نقدر نحاسبهم السنة الجاي لأن السنة الجاية عندك بطولات كثيرة جدا جدا فاللي بقوله لحضراتكم ياريت كل واحد يخليه في نادي والله العظيم أقسم بالله لو الناس كل واحد تكلم على نادي وأنا هنا على فكرة ما بدخلش نفسي في حاجة أبدا ولكن في حاجات بتستفز الجمهور لازم أطلع أتكلم فيها ولازم أتكلم فيها مع جمهور النادي الأهلي ومحدش يحط اسم الأهلي في حاجة مش في وقتها ولا لها لازمة ولا دي مناسبات الأهلي يلعب أو ما يلعبش من يقرر هذا الأمر هو مرسل كولر مع إدارة الكرة في النادي الأهلي أي حد تاني وجمهور الأهلي طبعا له الحق في كل شيء ولكن جمهور الأهلي أنا عارف أنه هو بيقف في ظهر إقدارته وقررتها دائما فأي حد تاني ليس له علاقة بما يفعله النادي الأهلي ولكن العلاقة في إيه؟ عايز تبص على نجاح النادي الأهلي تفضل عايز تتكلم عن نجاح النادي الأهلي تفضل عايز تتكلم بالمناسبة عن سلبيات تخص النادي الأهلي ما عنديش مشكلة ونادي الأهلي بينظر للسلبيات إذا كانت حقيقية بينظر لها وبيحاول يعلاجها هو ده الفرق دايما ما بين النادي الأهلي النادي الأهلي ما بيجيبش لعيب عشان يكيد في نادي تاني أو نادي الزمالك أو نادي بيرامدز أو نادي أي نادي من الأنداء اللي بيقولوا هذا الكلام أو جمهورهم بيقول هذا الكلام لا النادي الأهلي بيجيب لعيب عشان محتاجه النادي الأهلي مش جايب لعيب عشان يتعب عندها أخرى النادي الأهلي بيجيب لعيبة علشان يكسب بيهم بطولات والـ 80-90 مليون أهلاوي اللي موجودين في كل حتة يبقوا مبسوطين هو ده النادي الأهلي وهو ده الفرق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني